قبل ما نبدأ أخبارنا وفقاراتنا لصباح الخير مصر النهاردة خلال نروح للمي عشان نعرف منها أخبار الشوارع في ساعات الصباح الأولى صباح الخير عليك يا لامي صباح الخير عليك يا شازلي وصباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على كل المشاهدين في كل مكان مشاهدين تعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر ونبدأها من القاهرة وبالتحديد من نفأ الأزهر اللي فيه انتظام للحركة المرورية وسط سيولة مرورية في الاتجاهين وتظهر كثفات مرورية أعلى الدائري بالتحديد في منطقة السلام داخل النفأ من الأقليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي نفس الموضوع للمتاجه من المونيب للأوتستراد والتجمع كمان فيه بعض الكثفات في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي ومتاجه لمناطق الجيزة ونفس الموضوع اللي جاي في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي تعالوا نروح لشوارع محافظة الجيزة في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان ولو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي فيه هناك كثفات مرورية إنما نسبية كمان فيه كثفات ظهر الثانية أعلى كبري الجامعة ولو رحنا لمحور صفت بيشد كثفات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة للقادم من أكتوبر كمان لمنطقة المهندسين ووسط البلد ياخد باله إن الطريق الدائري مغلق والحركة إجباري في نفق حازم حسن ومنه للمحور كمان فيه غلق في بعض الأجزاء عند مسجد الشرطة بتسبب بعض الكثفات المرورية هناك في الرسم عليها هنروح طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والاستاذ ومجمع المحاكم فيه هناك سيولة مرورية معادة بعض الكثفات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق أما المتاجه لبورسعيد فيه هناك سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية ببورسعيد كمان هنلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة وخصوصا على الطريق الدائري حوالي مدينة الإسماعيلية هنروح لحد محافظة سوهاج وهنبدأ فيها من محطة قطر السوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثفات نسبية ونمشي كمان ونشوف طريق عبد الملع مرياض اللي بيربط عد الطرق الرئاسية فيها سيولة مرورية في بعض الكثفات المرورية أعلى نهر النيل كمان الطريق المؤدي للجامعة فيه برضو بعض الكثفات إنما نسبية فيه كثفات نسبية تانية عن طريق مستشفى جامعة سوهاج كمان فيه كثفات مرورية إنما بسيطة بتبدأ تزيد أكتر مع ساعات الزروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير كده خلصت جولتنا المرورية وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال التقس النهاردة التقس النهاردة حرراتب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال السعيد كمان فيه رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وده هيكون على فترات متقطعة فيه ارتفاع كمان في نسب الرطوبة على مدار اليوم درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34 درجة وأعلى درجة حرارة هتكون في بوسمبل 41 درجة أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة وهنتبع مع حضراتكم التقس بالتفصيل بعد شوية موسيقى